كان نوح عليه السلام رجلا طيبا وقد أرسله الله إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة الأصنام رفض قوم نوح عليه السلام الإيمان بالله وحده وأصروا على عصيانهم واستمروا في عبادتهم للأصنام التي لا تضر ولا تنفع لم ييأ السيدنا نوح من قومه وإنما ظل مئات السنين يدعوهم للإيمان وكان يطلب منهم أن يستغفروا ربهم كثيرا فبالاستغفار يتحقق الرجاء بإذن الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولما تأكد سيدنا نوح عليه السلام أن قومه فضلوا الكفر على الإيمان تحدث إلى ربه وقال يا رب إنني دعوت قومي في الليل والنهار ليؤمنوا بك فلم يسمعوا لي ولم يطيعوني وكلما دعوتهم كان يضعون أصابعهم في آذانهم وكانوا يغطون وجوههم بملابسهم كي لا يشاهدوني وأنا أدعوهم وجاء أمر الله لسيدنا نوح عليه السلام بصنع سفينة كبيرة فأطاع سيدنا نوح عليه السلام أمر الله عز وجل بصناعة السفينة وكان قومه يمرون عليه وهو يعمل فيها فيضحكون ويسخرون منه ويقولون باستهزاء هل أصبحت نجارا بعدما كنت نبيا يا نوح وهل سفينتك التي تنوي صنعها ستمشي في الصحراء على الرمال انتهى سيدنا نوح عليه السلام من صنع السفينة بعد مدة من الزمن وجاء الأمر من الله بأن يحمل في السفينة ذكرا وأنثى من كل نوع من أنواع المخلوقات وأن يحمل معه أهله والمؤمنين من قومه الذين استجابوا لدعوته نفت سيدنا نوح عليه السلام أمر الله وركب الجميع السفينة ثم أمر الله السماء أن تمطر فأمطرت بغزارة ثم أمر الأرض أن تخرج ماءها وبدأ الطوفان وجرت السفينة فوق الماء وتخطت الأمواج العالية ولم تتوقف ونادى نوح عليه السلام على ابنه ليركب معهم السفينة وأن لا يكون مع الكافرين الهالكين لكن ابنه رفض وقال سأصعد إلى جبل يمنعني من الغرق ولن أركب معكم فقال سيدنا نوح عليه السلام لابنه لخوفه عليه سيغرق الماء كل شيء فآمن بالله واركب معنا في السفينة لم يستمع الإبن لنصيحة أبيه فمات مع الكفار بعد أن أغرقه الطوفان ولم يشفع له كون أبيه نبيا من الصالحين بعد ذلك أمر الله الأرض بأن تبلع الماء فابتلعته كما أمر السماء أن تكف عن المطر في الحال فتوقفت ثم رست السفينة بعد ذلك على الجبل بسلام ونجى سيدنا نوح عليه السلام والمؤمنون ومن معه من المخلوقات وعاش الجميع يعبدون الله تعالى ويشكرونه على نجاتهم وجعلهم من المؤمنين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزني يا بني ركم معنا ولا تقم مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين شاب ميسور الحال أنعم الله عليه بكثير من النعم ومع ذلك يشكو من أقل ابتلاء خرج بسيارته وذهب إلى ماكينة صرف نقود ليسحب مبلغا من المال ولكنه وجد طابورا طويل من الناس أمام الماكينة فذهب إلى غيرها فوجدها لا تعمل وظل يتنقل ما بين عشر ماكينات ويجدها إما مزدحمة وإما لا تعمل بسبب عطل فني حتى وجد في النهاية ماكينة لا يوجد أمامها الكثير من الناس فذهب إليها وهو في غضب شديد بسبب كثرة بحثه ولأنه سيقف دقائق في صف حتى يأتي دوره وأثناء وقوفه في الصف لاحظ أن الرجل الذي يقف أمامه ويبلغ خمسين عاما ومن الطبقة المطحونة يتصبب عرقا رغم أن الجو لم يكن حارا وبعد دقائق قال هذا الرجل للشاب بأدب كبير أستأذنك أن تحجز لي دوري لأني لا أستطيع الوقوف وأخشى إن جلست يضيع علي الدور وافق الشاب وجلس الرجل على الرصيف يجفف عرقه ثم رفع يديه وقال متوسلا يا رب بحبك لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم اشفني واخذ بيدي في هذا اليوم بالذات اقترب الشاب من الرجل وسأله إن كان بخير فرد الرجل بجملة هزت الشاب كثيرا الحمد لله في زحام من النعم فطلب منه الشاب أن يذهب إلى طبيب لأنه يراه متعبا ومريضا ولكن الرجل قال له ودموع تملأ عينيه لا يصح لي أن أشكو من التعب هذه رفاهية ليست لمثلي لقد توفيت زوجتي من ثماني سنوات ولي أربعة أبناء أكبرهم في الجامعة ويحتاج مصاريف الكلية اليوم ووعدته بأنني بعد صرف المرتب سأذهب إلى كليته وأعطيه ما يريد وأبناء الثلاثة الآخرون بين الثانوي وإعدادي ووالدتي كانت ترعاهم بعد وفاة زوجتي ولكنها الآن مريضة جدا وأرعيها هي وأولادي وأنا يا أخي موظف حكومي راتبي لا يكفيني وأعمل بعد خروجي من الوظيفة بمطعم عامل توصيل ومع ذلك لا يكفي كل هذا مصاريف دروس الأولاد أو مصاريف علاج والدتي وصاحب البيت الذي أسكن به له عندي إيجار متأخر وآخر موعد لي هو هذا اليوم لأعطيه نصف ما له بعدما استعطفته وبعض الجيران حتى وافق على أخذ نصف المبلغ كي لا يلقي بأثاث بيتي وأم المريضة وأولادي بالشارع استمع الشاب للرجل في ذهول وشعر أن هذا الرجل قد صفعه صفعة قوية ليستفيق من جحوده ويشعر بنعم الله عليه وبعد صرف الرجل راتبه عاد به إلى سكنه ففوجئ الشاب بأن الرجل يسكن في دور أرضي وأثاث سكنه عبارة عن سريرين ودلاب وأريكة وحصير وأمه كفيفة وكل كلامها حمد لله على نعمه وعندما شاهد الرجل دهشة الشاب من كلام أمه ذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل وبعد دقائق وصل صاحب السكن وهو يهدد ويتوعد بطرد الرجل وأسرته فأعطاه الشاب إيجار سنة مقدمة وأخذ منه الإصالات وأعطاها للرجل الذي ظل يبكي ويقول للشاب من أين جئت له؟ طوال الليل لم أنم وأنا أدعو الله أن لا يفضحني أمام جيراني وأنا ملقى بي إلى الشارع فقال له الشاب لقد عطل الله وأزحم عشر ماكينات صرافة حتى يرسلني إليك ويرسلك لي لتعلمني التأدب مع الله ولأشعر بالنعم التي أنعم بها علي فالله تعالى يرسل إلينا رسائل كل يوم برحمته علينا ويا حسرتاه على من لا يفهم هذه الرسائل ويتغافل عنها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب فتاة جامعية أحبت ابن عمها وزميلها في نفس كليتها حبا كبيرا ولكنه كان لا يبادرها نفس الحب بل كان يشعر بضيق شديد كلما رآها متبرجة تلبس ملابس غير لائقة وكان ينصحها لوجه الله أن تغطي رأسها ولا ترتدي ملابس تشبه ملابس الرجال وأن تمتنع أو تقلل كلامها مع الشباب اتقاء الفتنة وأن تصلي وتقرأ القرآن وتكون أكثر التزاما بأمور دينها فكانت تظن أن نصائح ابن عمها دافعها غيرته عليها وحبه لها ومع ذلك لم تلتزم بما نصحها به وكانت الصدمة الكبرى لها عندما تزوج ابن عمها بعد تخرجه من فتاة فقيرة ولكنها تتق الله في كل قول وعمل بدأ حقد الفتاة على ابن عمها وبعد أيام من زواج ابن عمها تزوجت هي الأخرى ولكن بسبب عنادها وغرورها طلقت بعد ستة أشهر من زواجها عاش ابن العم مع زوجته حياة سعيدة كل همها إرضاء ربهما بصلاة وصيام وقيام وقراءة القرآن وقد زادت سعادتهما بعدما رزقهم الله بطفلين جميلين وتمر الأيام وتتزوج ابنة العم مرة ثانية ولنفس الأسباب تنفصل عن زوجها بالطلاق فتقرر التفرغ للدراسات العليا وتمر الأيام وتصبح ابنة العم أستاذة جامعية وطوال هذه السنوات لم تنسى ابن عمها وحبها له حيث قررت الزواج به جربت ابنة العم التقرب لابن عمها في المناسبات العائلية التي كانت تجمعهما ولكنه كان لا يهتم بها لذلك قررت الانتقام منه حيث اتفقت مع أخيها أن يتصل بابن عمها ويخبره أن زوجته على علاقة به وأنها تخونه منذ أعوام وبدأت ابنة عمه الأستاذة الجامعية في إطلاق الشائعات وتشويه زوجة ابن عمها لكن الزوج كان يثق في زوجته ثقة كبيرة فلم يهتم بهذه الشائعات حتى استطاعت ابنة العم أن تغري أحد أصدقاء ابن عمها بالمال ليذهب إليه ويشهد زورا أنه رأى زوجته مع ابن عمه أكثر من مرة فحزن الزوج بعدما صدق كلام صديقه وطلق زوجته البريئة انتهزت ابنة العم هذه الفرصة لتواسي ابن عمها وتتقرب منه ولكنه كعادته لم يهتم بها بل زاد كرهه لها لأن أخاها هو من اعتدى على حرمة بيته على حسب ظنه وبعد مرور شهر واحد يذهب صديق الزوج ويخبره بأن زوجته بريئة تماما ويقسم له على ذلك فيعيد الزوج زوجته ويرفع يديه إلى السماء قائلا حسبي الله ونعم الوكيل بعد أيام قليلة تصاب ابنة العم بمراض شديد وتذهب إلى ابن عمها وزوجته وتطلب العفو منهما عما بدر منها وظلمها لهما فيسامحاها ويدعوان لها بالشفاء فرحت ابنة العم كثيرا بعفو ابن عمها فتتغير كثيرا وتتوب إلى الله وتلتزم بالحجاب وبالصلاة وكل ما يرضي الله وبعد أيام يذهب إليها ابن عمها وزوجته ويرشح لها صديقا له صالحا كانت زوجته قد توفيت وبعد لقائها بهذا الصديق توافق عليه ويتم الزواج وتشكر ربها على حلمه عليها حتى تغيرت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر